أعلن الاتحاد الجزائري لكرة اليد عن تلقي خمسة ملفات للترشح لرئاسة الاتحادية ويتعلق الأمر بكل من عمران اسطنبولي الطالب كريمة بوزيد عبد المجيد ودبلح مصطفى وديسي خليل حيث تم فتح باب الطعون إلى غاية يوم سية الخميس ومن المنتظر أن تجرى الجمعية العامة الانتخابية يوم السبت الثاني والعشرين أكتوبر اشتركوا في القناة